قبل ما نتكلم في الماتش عايزة أتكلم في موضوع بدأ بدري بدأ بدري ومحل نقاش في اليومين اللي فاتوا موضوع التحكيم لازم يكون فعلا محل نقاش لأن اللي بيحصل الفترة دي كتير جدا كتير جدا ومش هنسكت عليه مش هنسكت عليه لأنه بيأثر على مسير بعض الفرق في الدوري والكلام ده عننا منه من سنتين وثلاث سنين كمان في فرق مستفيدة في فرق مستفيدة في حد بياخد أكتر من حقه أيوة في حد بياخد أكتر من حقه في حد عايز ياخد أكتر من حقه أيوة في حد عايز ياخد أكتر من حقه طب هتقول لي إزاي هقول لك لأن هم ماشيين بالجزء أو القاعدة اللي بتقول إيه خير وسيلة للدفاع الهجوم يعني انت واخد حقك تلت وامتلت واخد حقك غيرك لا وطالع تقول ده التحكيم ظلمني تحكيم ظلمك انا هتكلم على الاخر مبارتين شفتوه ما بنتكلمش على حاكم معين ولا نقول انه هو في تعمد انه يخسر فرقة او يكسب فرقة على حساب فرقة مش هقول كده بس هقول فيه اخطاء تحكيمية فجة لا يختلف عليها اتنين لا يختلف عليها اتنين ولما تبقى فرقة واخد اكتر من حقها وتعترض ايه معناها بعمل اسلوب ضغط على الحكام من دلوقتي ما الكلام ده حصل من ثلاث سنين لو تفتكروا حضراتكم وحصل من سنتين لو تفتكروا حضراتكم والناس عارفة ان الكلام ده حصل الناس عارفة ان الكلام ده حصل وفيه فرق خدت اكتر من حقها فيه فرق خدت اكتر من حقها وخدت بطولة وخدت بطولة مش هنروح بعيد الكلام ده من سنتين ثلاثة ماتش زي ماتش مبارا عشان كده انا بقول دايما لازم يكون حكم المباراة لعب كورة لازم يكون حكم المباراة لعب كورة مش هتطرق لإسم انما هتطرق لواقعة حصلت كورة بتشط الفردباك بيحط جسمه جت في جسمه وهو بيقع جت في جسمه وهو بيقع طيب انا وانا اي لعيب بيقع في الملعب نازل بجسمي وحقع في الملعب هعمل ايه هيبقى فيه حركة من اليدين علشان تعمل اتزان لجسمي وانا نازل وضع طبيعي من ان لو نزلت على ايد واحدة الرزغ ممكن يتكسر لو نزلت على ايد واحدة ممكن اي حاجة تحصل لي واي اصابة تحصل لي طيب بعمل ايه بعمل اتزان فالاتزان بيخلي ايدي كده بالزبط عشان وانا نازل ما نزلش نازلة ممكن اتصاب فيها او اتعور فيها تقوم الكورة تيجي في جسم اللعب وبعدين تيجي في ايده خلي بالحضراتكم مش تيجي في ايد اللعب الاول وبعدين تيجي في جسمه لا تيجي في جسم اللعب جوه الثمانتاشر وبعدين تيجي في ايده اللي هي بتنزل عشان اعمل اتزان عشان ننزل على الارض تقدريه يا للحكم ماشي يا ما جاتش في ايده مباشرة يقوم الفار يجيبه لما الفار يجيبه وانا كحكم لعبت كورة وفاهم اللعبة كويس فاهم اللعبة دي كويس هرجع وكأن مفيش حاجة حصل ما احنا شفنا الكلام ده في ماتش من يومين شفنا الكلام ده في ماتش من يومين الفار استدعى الحكم انا بس بقول كده ليه عشان اقول لحضراتكم ان القرار النهائي للحكم مش الفار اللي دبسه او الفار هو اللي خليه ياخد لا مش الفار السبب حكم الملعب هو السبب والوقعة الوقعة او الوقعتين حصلوا في مين ورا بعض الفار جاب الحكم في لعبة الحكم ما اقتنعش برأي الفار الحكم ما اقتنعش برأي الفار لا وظلم الفرقة اللي كذبت في الآخر ظلمها ما احتسبش بيها ركلة جزاء وكمان ادى كارتة احمر للمهاجم بتاعها ده قرار يبقى الحكم في النقطة دي او في اللقطة دي ما خدش برأي الفار هو مقتنع بحاجة معينة تمام ماشي ولو انها خطأ انما كان مقتنع برأيه طيب مبارح الفار جاب الحكم الفار جاب الحكم في الواقع اللي انا بقول لحضراتكم عليها لعيب بيقع تيجي الكرة في جسمه وايده عشان بيعمل الاتزام بيها راحت الكرة جاية في ايده بعد ما جات في جسمه الفار لما جاب الحكم وقع هيه وراها بعديها بيوم بالزبط الحكم اقتنع برأي ما اقتنعش برأي الفار اقتنع برأي الفار وصمم على راكل الجزاء حلوه يبقى واحد مرة ما اقتنعش برأي الفار وانبارح في احدى المباريات اقتنع برأي الفار ودخل احتسب راكل الجزاء بدري بدري اوي الحاجات دي بدري اوي احنا محتاجين ايه يا اتحاد الكرة يا لجنة الحكام ما بنشككش في حد من البداية ما بنشككش في حد انما جبت لحضراتكم لقطتين في يومين ورا بعض حكم ما خدش برأي الفار اول امبارح وصمم على راكله والرأي خطأ وحكم خد برأي الفار امبارح والرأي خطأ هي تقدرية ليه هي تقدرية ليه بس بنسبة 99% ما تبحزب 99% ايه 100% لو حكم بيلعب كرة وفاهم كرة او لعب كرة وفاهم كرة مش هيحسبها طيب حاجة على نقطة تانية ما فيش حد في العالم في العالم بيحسبها نقطة لما الجول يمسك الكرة اكتر من 6 سوان ماشي انا كحكم لو ما فيش حكم في العالم بيحسبها القانون بيقول ايه احنا عارفين القانون اللي بيقولك اكتر من 6 سواني هيحسبها عليه راكلة حورة غير مباشر ماشي طيب انا بروح انا كحكم لو الجول عملها مرة هروح اقول له وحذره خلي بالك انت بتعدي 6 سواني بثانية بثانيتين بصورة مستفزة بصورة واضحة هروح ابلغه عشان ما يعملهاش تاني ويكررها تاني كويس فالحكم استن على الجول ورح حاسب عليه راكلة حورة غير مباشرة والجول لما سأله قال له يا كابتن انت حسبتها ليه قال له انت خدت 10 سواني طيب ليه يا كابتن ما حسبتهاش في الثانية السابعة يعني عديت الست سواني الثانية السابعة لو هو بقى الموضوع متكرر وانت حذرته قبل كده ما حسبتش عليه ليه في الثانية السابعة استنت ليه لحد الثانية العشرة مفيش حد بيعمل كده وما فيش حد بيحسبها في العالم انما لغرض لا مش حنقول لغرض مش حنقول لغرض احنا عايزين بس العدالة يا لجنة الحكام ما بنشككش في اي حد ما بنشككش في اي حد بس السيناريو ده شفناه من سنتين ومن ثلاث سنين شفناه من سنتين ومن ثلاث سنين احنا بنحترم ونصف كل الحكام لكن السيناريو اللي فات ده تعليوا من اللي فاتوا دول مش مريحنا مش مريحنا دور اتحاد الكرة ودور لجنة الحكام لجنة الحكام فيها ناس محترمين اتحاد الكرة فيها ناس محترمين مطلوب من كل حكام التركيز والعدالة انا برضو مش هقول تاني مش اخطاء مقصودة مش اخطاء مقصودة حمشيها لحد دلوقتي كده حمشيها لحد دلوقتي كده ولو اني من جوايا مش مقتنع ماشي ولا كمان لها اتجاه خاص او رايحة في اتجاهات معينة او لأندية معينة برضو مش هروح للنقطة دي ولو اني من جوايا برضو مش مقتنع لكن في الاخر هقول ايه غير مقصودة طب اللي طالبينه الفترة اللي جاية اللي طالبينه الفترة اللي جاية لو سمحتم محتاجين عدالة محتاجين عدالة ومحتاجين حاجة اهم من العدالة محتاجين ضمير وانت بتاخد القرار محتاجين ضمير وانت بتاخد القرار لأن ممكن تاخد قرار خطأ تضيع مجود ناس كتير جدا 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 تضيع مجود موسم كامل هتكلم على بعض الأندية اللي مثلا يعني بتصارع تحت وحتنزل وفريق مضغوط زي النادي الأهلي بيلعب كل تلات يام تلات يام ايه؟ كل يوم ايه؟ ده النادي الأهلي لعب من يومين خد راحة تاني يوم الماتش لليتها يعني أول ما هو ما خرجوا من الأستاذ كنا دخلنا في اليوم التاني اللي هو أول إمبارة خدوا راحة راحوا النادي مبارح اتمروهم تمنين خفيف والنهاردة بيلعب ماتش فريق مضغوط وبيلعب كل تلات يام ماتش وفي الآخر تيجي هفوة تحكمية همشيها هفوة تحكمية هفوة تحكمية تضيع مجهود لعيبة تضيع مجهود جهاز فاندي أحيانا تضيع مجهود موسم كامل وشفناها بلكده وحصلت لنا بلكده وفاكرين حضراتكم من سنتين ثلاثة لما التحكيم وأخطاء التحكيم ضيعت مننا 14 نقطة فاكرين كل ده مش عايزين نروح للكلام ده إنما إحنا بنقول إيه ولا بنحذر ولا بنتكلم بنشكك في لا ما بنشككش في حد لكن إحنا محتاجين عدالة وضمير عدالة وضمير والضمير قبل العدالة معليش أنا بقول بقى الجوار الوقت عايزين ضمير قبل العدالة أنا كنادي أهلي إديني حق في ماتشة وإدي الفريق الآخر حق حتى لو جيت مش لو جيت علي لو جيت علي في قرار عادل وإن هو ضدي إديه ما فيش مشكلة بس أنا أخد حقي كنادي أهلي والفريق الآخر يأخد حق ما عندناش اعتراض إنما ما تبقاش في اتجاه واحد ولا سكة واحدة وأنا بتكلم كمان على المباريات اللي النادي الأهلي مش مشارك فيها يعني مش طرف فيها ولازم لازم لجنة التحكيم يبقى فيه ثواب وفيه عقاب آه لازم يكون فيه عقاب طبعا لازم حتى لو عن غير عمد حتى أنا لحد اللي هو وقت يبقى قول إيه من غير عمد ومش مقصودة ولو إني مش مقتنع في بعض الأوقات أو في بعض الظروف أو في بعض المباريات ولكن ماشي حنمشي أكيد لو سمحتم العدالة إحنا مش عايزين غير العدالة إدي نحاقي وإدي الفريق الثاني حقه كنادي أهلي مازلت تحكيم